اشتركوا في القناة تشيرا إلى أن العلاقات الأخوية وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تسير في طريق تقوية أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين هذا وناقش سموه خلال لقاع عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك من جانبه أشاد الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني بالجهود الكبيرة للقيادتين الحكيمتين في توطيد الروابط الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الكويت مؤكدا أن العلاقات البحرينية الكويتية تحظى على الدوام بدعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر